أكدت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد النفطية وغالبيتها العظمى من حقول البصرة لم تتأثر بالتظاهرات التي تشهدها البلاد إذ بلغ متوسط صادرات النفط نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وستين ألف برميل يوميا وقال النطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن هناك استقرار على مستوى الإنتاج وكذلك على مستوى تصدير وما يعني أن التظاهرات والمتظاهرين لم يستهدفوا الحقول كونهم يطالبون بحقوق مشروعة وقد استجابت الحكومة للعديد منها ووضح الجهاد أن وضع المعاملين الأجانب في شركات النفط في البصرة طبيعي جدا ويمارسون عملهم بصورة طبيعية والدليل على ذلك مستويات الإنتاج والتصدير التي بقيت على حالها قبل التظاهرات ترجمة نانسي قنقر